تظاهر العشرات أمام دار القضاء بمدينة بير السبع للمطالبة بالعدالة للشاب جمعة دنفيري الذي قتله مسلح في فرقة استنفار تميم بالنقاب في شباط الماضي نحن نطلب النيابة العامة في الجنوب تطعي قرار في الملف تبع جمع لأن الاسبع شهور في التحقيق خلص والتقرير تبع على أبو كبير عندهم ما ظل يعني شي بس أنا عندي بفكر أنهم بيستروا على المجرم وودهم يساعدوا يطلع من القسط الكتل بس أنا بقول لأم أنا بقول للنيابة العام وبقول اللي أكبر منه كمان أنا مش رايح أوقف ورفع المحتجون لافتات تطالب النيابة بعدم التستر على المجرم الذي أطلق النار على الضحية رغم توثيقه ومن الخلف في إعدام ميداني رسالة اليوم اللي بنريد نقولها إنه الشاب هذا من منطقتنا أنكتل بدم بارد يعني أنكتل وهو مقيد على ما سمعنا طبعا وهي جريمة كبرى احنا ما بيسير كل مرة يكتل واحد وقل لك اعتدى ما اعتدى سوى الشاب هذا في أول القصة قاله هو يعني اعتدى على الحرات ما اعتدى ولا على واحد ممنوع تكتله فيه محكمة تتحاكم في المحكمة ليش تكتله؟ أنا بقول أنه أهلنا في النقب لازم تكون الوقفة هاي اليوم عشر تلاف خمس تلاف ست تلاف يكونوا عالم كثير فينا اليوم نظاهر نطلب العدالة إلى جمعة احنا غير العدالة ما ودنا فيه محاكم وفيه قضاء وفيه شرطة بس اللي بنشوفه احنا الشاب هذا اللي في بداية عمره أنكتل بدم بارد والكاتل فرد في جنبه وبلافلف لم يكتلكم من واحد ثاني أحنا نتمنى من الدولة كلها كل إسان عند عدالة ما بحق لا لي لا اليهودي ولا العربي ياخذ روح بن آدم وكانت الشرطة اعتقلت القاتلة بعد أن اتضح عدم صحة روايته أن المرحومة حاول طعنه بسكين بعد أن فك وثاقه فيما دعم بن كفير المسلح الذي أطلقت الشرطة صراحه وعاد للميدان